بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتديه لولا أن هدانا الله وصلى الله على حبيبنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثير أيها الأحبة نريد خلال هذا الشهر الفضيل الشهر رمضان شهر القرآن شهر التدبر أن نتدبر كل يوم قصة من قصص القرآن لا نريد أن نطلع على هذه القصص كحب معرفة أو كحب الطلاع أو لمجرد التشويق أو المتعة أو اكتساب معلومة لا نريد العبرة أيها الأحبة نريد أن نكسب عبرة من كل قصة لأن الله تعالى يقول لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب مثلا يوم سنبدأ بقصة سيدنا نوح عليه السلام أنا أريد أن أعلم ما هي العبرة من هذه القصة لماذا ذكرها الله في القرآن في الكتب المقدسة أيها الأحبة المحرفة تجد أن القصص ليس لها أي معنى ليس لها هدف ليس لها أي لا تقدم لك شيئا سوى معلومات فقط يعني قصة نوح عليه السلام يتحدث طويلا عن الحيوانات التي حملها في السفينة وأبعاد السفينة وصناعة السفينة وتجلس صفحات طويلة وأنت في النتيجة لا يهمك سفينة كانت كبيرة أم صغيرة لا يهمك المهم العبرة من هذه القصة العبرة كيف أنجى الله من يقول يا رب هكذا قصة سيدنا نوح العبرة منها التي أراد الله تعالى لحبيبه أن يعلمها وأراد للناس جميعا أن يستفيدوا منها أن الله معك مهما عاندك الناس ومهما طال صبرك سيأتيك الفرج هذا ما أريد أن ترسخه في دماغك أخي الحبيب وأنت تستمع إلى قصة سيدنا نوح الذي عانى كثيرا وصبر كثيرا ألف سنة إلا خمسين عاما وهو يدعوهم فما آمن معه إلا قليل حتى ابن سيدنا نوح لم يؤمن معه هذه السورة تعلمك عدم اليأس عدم الحزن عدم الاكتئاب لذلك الله تعالى عندما قصة قصة سيدنا نوح باختصار في سورة الأعراف قال لقد أرسلنا نوحا إلى قومه انظروا أيها الأحبة كل كلمة في مكاني أدققوا معي نحن الآن في جلسة تدبر معظمنا يعرف قصة سيدنا نوح ولكن أنا أريد أن أتدبر معكم لقد أرسلنا نوحا إلى قومه خمس كلمات لا تستطيع لا أن تضيف كلمة ولا أن تحذف كلمة باختصار شديد خمس كلمات مقدمة أن الله أرسل نوحا إلى قومه فقال يا قوم يعبدوا الله ما لكم من إله غيره كلمات محددة بدأ بها النص القرآني لم يأخذك لتاريخ سيدنا نوح وكيف عاش وكيف ولد ومن كذا وكذا لا 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 أخذك إلى الهدف المباشر هو وحدانية الله أراد منهم شيء واحد أعبدوا الله اعترفوا بوجود الله لم يعترفوا ثم يقول بعض الملحدين إن الله خلق الناس ليعذبهم خلقك وهداك وأرسل لك رسولا يقول لك أعبد الله طيب كيف أنت تقول إن الله خلقني ليعذبني فقال يا قوم يعبدوا الله ما لكم من إله غيره يعني هذا الإله يريد أن ينقذكم من النار والنبي نوح عليه السلام يخاف على قومه من العذاب هذا هو هدف دعوته يخاف عليهم من عذاب الله لذلك قال إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم يعني لا يريد أجرا ولا يريد مالا ولا يريد شيئا يريد أن ينقذهم من العذاب سبحان الله يعني أنت إذا صادفت إنسان يغرق ومددت يدك لتنقذه يضربك ويشتمك ويريد أن يغرق ما هذا الغباء فعلا الملحد أغبى كائن على وجه الأرض أنت تدعوه لتنقذه من عذاب الله وهو يريد أن يرمي نفسه في نار جهنم يعني شيء والله شيء يعني أنا أحزن على حال الملحدين إذن هذا ملخص دعوة سيدنا نوح يدعوهم لعبادة الله ويخاف عليهم عذاب الله إذن هو جاء لينقذهم من العذاب طيب كيف كان رد فعلهم قالوا أنت في ضلال مبين قال الملأ من قومه إنا لنراك في ضلال مبين انظروا أيها الأحبة كل كلمة في مكانها أن تجرب أخي الحبيب أن تحذف بعض الكلمات من قصة نوح ستختل القصة بالكامل جرب أن تضيف كلمات ستضيف أشياء لا معنى لها قال الملأ من قومه إنا لنراك في ضلال مبين قال الملأ من قومه أربع كلمات إنا لنراك في ضلال مبين خمسة تسع كلمات عبرت تسع كلمات فقط عبرت عن رد فعل قومه اذهبوا إلى الكتاب المقدس أيها الملحدون المخرف طبعا وقرأوا رد فعل قوم نوح ستجد خمسمائة كلمة وربما ألف كلمة وكلها كلام لا معنى له فلان قال وفلان ذهب وفلان جاء وكلام هنا كلام دقيق جدا طيب النبي نوح أراد أن يقول لهم يعني أنا لست ضالا كما تدعون أنا أنصحكم يا قومي انظروا إلى الرحمة هذا ما نفتقده في الدعوة إلى الله اليوم هذا ما نفتقده في تعاملنا مع الناس في تعاملنا مع بعضنا انظروا كيف أنهم يواجهونه بالاتهامات يتهمونه بالضلال وهو يقول لهم يا قومي ليس بي ضلالة يا قومي ليس بي ضلالة ولكني رسول من رب العالمين سبحان الله أبلغكم رسالات ربي وأنصح لكم وأعلم من الله ما لا تعلمون إذن أنا مهمة أن أبلغكم رسالات ربي أن أنصح لكم فأنا أعلم من الله ما لا تعلمون طيب ما هو الذنب الذي ارتكبه سيدنا نوح بالله عليكم أنا أخاطب من يجحد القرآن من ينكر ما هو الذنب جاء لينصح قومه لم يرتكب جريمة لم يؤذهم بكلمة لم يفعل لهم أي شيء ثم يقول لهم أو عجبتم أن جاءكم ذكر من ربكم أو عجبتم أن جاءكم ذكر من ربكم على رجل منكم لينذركم ولتتقوا ولعلكم ترحمون يعني ماذا تريدون تريدون ملائكة لا يوجد ملائكة على الأرض الملائك لا يمكن أن يخاطب بشر لأن له طبيعة مختلفة تماما فالشيء الطبيعي أن يأتيكم رجل منكم تعرفونه وتعرفون صدقه وأمانته وتعرفون أنه لا يخدعكم ولا يكذب عليكم وهنا يلخص لنا القرآن القضية كلها بكلمة وهذا الإعجاز القرآن الذي يتحدى به الله الإنس والجن أن يأتوا بهذه القوة للألفاظ وهذا الاختصار كلمة واحدة فكذبوه الكلمة الثانية فأنجيناه فكذبوه فأنجيناه القرآن لا يريد أن يدخل معك في تفاصيل مملة لا معنى لها لا تقدم لك شيئا يريد أن يركز على الهدف فكذبوه فأنجيناه والذين معه في الفلك وأغرقنا الذين كذبوا بآياتنا إنهم كانوا قوما عمين فعلا عميان والله الأعمى يبسر أكثر منهم الأعمى يعقل إذا قلت له هناك خفرة يتقيها يحيد عنها ولكن هؤلاء يقذفون بأنفسهم في نار جهنم ويتهمونه بالضلال ويحاربونه يعني سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام فعل نفس الشيء نصحهم فقط تآمروا على قتله تصوروا تآمروا على قتله لماذا؟ لم يفعل لهم أي شيء مجرد أن نصحهم لذلك هذا الكافر يستحق أن يكون خالدا في نار جهنم أيها الأحبة بمجرد أن أخرج من نار جهنم سيعود أسوأ من مكان لذلك المكان الطبيعي هو أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون يعني أنا أصبحت مستيقنا بعد تدبر لهذه القصص أن الله خلق النار والله ليس لينتقم وليس لمجرد أن يعذب لا خلقها لأنها المكان الطبيعي لبعض البشر تماما مثل في الدنيا المكان الطبيعي للمجرم هو السجن أخرجه من السجن يعبث ويقتل ويغتصب ويسرق ويروّع الناس المكان الطبيعي في السجن فالمجرم مكانه الطبيعي في النر هذه القصة أخي الحبيب أنا أريدك فقط أن تأخذ منها ثلاث مقط النقطة الأولى أن الله ينصر من ينصره سبحانه وتعالى أن الله لا يتخلى عن من يدعو إليه عن من يثق به الله عز وجل لا ينسى من يدعوه الله لا يترك من يثق به سبحانه وتعالى لذلك ثق بالله وكن مع الله والله لن يتخلى عنك كما أنه لم يتخلى عن سيدنا نحسانشي النجاة هي صفة من صفات الصبر عندما تصبر سينجيك الله سبحانه وتعالى الله نجى سيدنا نوح والذين آمنوا معه بسبب صبرهم وثباتهم على الحق فالله تبارك وتعالى ينجي عبده الصابر نحن الآن في عصر الفتن وعصر الغلاء وعصر الوباء وعصر الشبهات وعصر ينتشر فيه الإلحاد فالله سينجيك أخي الحبيب ولكن بشرط أن تصبر وتثبت على موقفك قضية الثالثة والمهمة يجب أن تتخذ الدعوة منهجا لك في حياتك لماذا رفع الله سيدنا نوح وأنجاه وجعله في مرتبة عالية عنده سبحانه وتعالى لأنه كان حريصا على هداية قومه احرص على منفعة الناس لا تكترث قد يؤذيك الناس قد يضرونك مؤقتا قد يؤذونك بالكلام قد يتسبب لك هذا في مشاكل ولكن احرص على أن تريد على النصيحة إني لكم ناصح أمين احرص على أن تنصح من حولك ابدأ بأهلك بأولادك بزوجتك بجيرانك الأقرب فالأقرب ابدأ بمن حولك قدم لهم النصيحة ولا تيأس والأجر على قدر الأذى أيها الأحبة لا ييأس أحدكم ويقول أنا مللت وهذا الزمن لا تستطيع أن تنصح أحدا لأنه سيؤذيك ولا تدعو أحدا لأنه لن يستجيب لك أحد وكذل لا لا هذا هذا هذه وساوس شيطانية يريد أن يبعدك عن الدعوة إلى الله تذكر دائما أن سيدنا نوح دعا قومه تسعمائة وخمسين سنة تسعمائة وخمسين سنة وهو يدعوهم إلى الله ولا بيأس حتى نجاه الله عز وجل على الرغم من أنه لم يؤمن معه إلا القليل حتى لو لم يستجب لك أحد ادعو إلى الله فالدعوة هي طريق النجاح في الدنيا وطريق الفوز برحمة الله ورضاه يوم لقائه عز وجل يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين إلى لقاء قريب إن شاء الله وقصة جديدة وعبرة جديدة والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته